بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان أهلا بيكم في برنامج الممر حلقة اليوم حلقة مهمة جدا تخص ناس كتيرة جدا من المجتمع المصري تخص المستأجر والمؤجر المستأجر لي حقوق وواجبات والمؤجر لي حقوق وواجبات سنة 1920 كان أول قانون تم إصداره لتنظيم العلاقة القانونية بين المستأجر والمؤجر وتم تعديل هذا القانون سنة 1941 بعدم زيادة الأجرة أو عدم إخراج الساكن إلا بحكم محكمة ثم تم تعديل هذا القانون سنة 1996 بالقانون الجديد فاللي هتكلمنا إن شاء الله النهاردة في الموضوع قانون الإجارات القديمة والجديدة ومشرفنا في الحلقة سيادة المستشار أحمد عبد الفتاح المحامي بالنقد أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد أهلا وسهلا وأحب في البداية أسجل إعجابي بقناة الصحة والجمال إسما ومعنى وشكلا وموضوعا وجوهرا لأن كل شيء نافع في الدنيا لابد أن يتسم بالصحة والجمال ده بداية وطبعا يشرفني إن أنا أكون موجود في القناة ويشرفني أكتر إن أكون مع حضرتك يا أستاذ فتحي واسم الممر نفسه اسم فيه حركة فيه إيجابية فيه تفاؤل لهم معاني كبيرة الحقيقة مريح لأنه عكسه حائل حاجز سد منع فبيشرفني وجودي مع حضرتك وموضوع طبعا مغاية في الأهمية واتفضل سيادتك إحنا بنشكر حضرتك جدا جدا على أبيل الدعوة وشرفتنا في الستوديو اليوم وأنا سعيد جدا جدا بوجود حضرتك معانا طبعا وبشكر حضرتك بالكلمات الجميلة اللي حضرتك أدتها في بداية الحلقة وإحنا صعداء جدا بوجود حضرتك وبنشكر حضرتك مرة تاني أهلا وسهلا هنخش في الموضوع سات المستشار إحنا في البداية قلت المستأجر والمؤجر بتبقى لي واجبات وحقوق فكنا عاوزين نعرف من حضرتك الواجبات اللي تخص المستأجر والمؤجر طيب يعني قبل ما نتكلم عن الحقوق والواجبات لكل الطرفين عايز أقول أني فيه قانون جديد وقانون قديم لكن الحقيقة أن الاتنين أدام أدام ليه لأن القانون اللي بيطلق عليه عرفا أنه جديد ده صدر سنة ستة وتسعين فستة وتسعين دي ما هيش السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها فهو برضو قديم لكن هو للتمييز بين القانونين بيقولوا قديم وجديد وبما أن القانونين الاتنين بيحكموا العلاقة الإيجارية ما بين المالك والمستأجر القانون اللي مجازا بنقول عليه أديمه اللي هو يعتبر اللي هو القانون مية ستة وتلاتين لسنة واحد وتمانين خلينا عند هذا القانون لأنه فيه قوانين سابقة اللي يمكن حضرتك أشارت إليها أستاذ فاتحي لكن يمكن القانون بتاع مية ستة وتلاتين لسنة واحد وتمانين هو دل على وجه التحديد فرق في نقطة جوهرية جدا في العلاقة ما بين المالك والمستأجر تمام حضرتك النقطة دي تحب تسألني فيها ماش كده؟ تمام يا فندم النقطة دي هي متعلقة بامتداد العقد أو بانتهاء العقد وحرجع لسؤال حضرتك بقى اللي سألتوا لي حضرتك الحقوق الواجب على المستأجر وواجباته وفي نفس الوقت الحقوق الواجب برضو اللي بتبقى على المؤجر تمام طيب كل طبعا الكلام ده بتبقى موجود في صيغة العقد المبرم بين الطرفين هو الكلام اللي حالتك بتقوله ده صحيح مية في المية العقد شريعة المتعاقدين يعني شريعة المتعاقدين يعني هو قانون المتعاقدين طبعا شريعة المتعاقدين ما لم يخالف قانون فاللي مش موجود في العقد بيبقى موجود في القانون تمام والعقد نفسه بيبقى على ضوء مواد القانون فخلينا بقى نرجع للقوانين لأن القوانين هي اللي بتقول لي كيف أصيغ العقد إزاي أحدد الحقوق الواجبات كويس فأحيانا المتعاقدين بيغفلوا بعض الأمور القانون بقى بيكملها كويس ولو ذكروا أمور تتعارض مع القانون يبقى القانون هو اللي بيحكم فخلينا نقول الحقوق والواجبات في القانون الأديم والقانون الجديد مجازا زي ما اتفقنا الفرق الجوهري أوي هو برضو متعلق من وضوع المد لأن يا أستاذ فتحي العلاقة الإيجارية عبارة عن مكان ينتفع به المستأجر أساسا ملك المالك ينتفع به المستأجر في مقابل أجرى فإذن الحقوق المشتركة في القانونين أن المستأجر بيحوز المكان بيسترم المكان وبيلتزم بالأجرى كحق للمالك ومسألة بقى الامتداد العقد أو انتهاء المدة هي دي اللي بتبقى الشغل الشاغل للتنين عايز حضرتك يعني حضرتك كده بتقصد اللي ممكن فيه بنود يتحملها المستأجر والمؤجر ما تكونش موثقة في العقد بس القانون هيلزمهم بيها ولا لازم بتبقى كل البنود مكتوبة في عقد المضطرف بين المستأجر والمؤجر عجبت منك كلمة موثقة لأننا دي حرجع لها بس مش دلوقتي ونحن نتحاور أو نتناقش أو نستعرض هذا الموضوع خلينا نقول البنود المذكورة في العقد وهي الموثقة دي كلمة حلوة أنك أنت تشير إليها لأنها لها موضوع بس خليني معلش تسرجع لي السؤال تاني هو السؤال كان في بدايته حضرتك أشارت اللي فيه مواد في القانون بتكون ممكن مش موجودة في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والمواد دي بتبقى هم مسؤولين عنها مسؤولية كاملة فجنت اللي أنا عاوز أوضحه من حضرتك لو هو مش متسجل في العقد اللي هم طرفين موقعين عليه ومعندهمش علم بمادة معينة فهتبقى بالنسبة لهم في الحالة دي طرف عن طرف تاني ممكن يستخدم مادة مثلا تمام تمام يا أستاذ فتح الله صلى الله عليه وسلم محمد الله صلى الله عليه وسلم في القانون الأديم لو توفي المستأجر إيه اللي بيحصل القانون بيقول إيه القانون بيقول أني يمتد العقد لصالح الأصول والفروع والزوجة يعني إيه أصول الفروع الأصول يعني لو كان أبو أو أمه ساكن معاه وبعدين هو توفي وهم كانوا مقيمين معاه إقامة دائمة مستقرة طب هو توفي طب هم يروحوا فين إحنا كده حضرتك بتتكلم في القانون الأديم أنا بتكلم في القانون الأديم وأنا هنتكلم مع جيد سيدة المساهدين تبقى مكتبعين معانا موضحين وفي نقطة تاني في السياق اللي بكلم حضرتك فيه الأقصى مدة للعقد فيه ناس بيقولوا تسع سنوات أو تسع وخمسين سنة طيب النقطة دي جوهرية برضو حنتكلم فيها بس نرجع لمسألة القانون الأديم لما المستأجر بيتوفى إيه الأثر المترتب قانونا على الحالة دي في القانون الأديم غير الجديد تمام تمام سيدة المساهدين يمتد العقد للأصول لو أبو أو أمو عايشين معاه وللفروع أولاده أولاده وزوجته تمام تمام كده يمتد طب يمتد لغاية إمتا ما ده سؤال تاني برضو تمام أكيد حضرتك عايش يسأل سؤال زيه تمام طبعا أكيد السادة المشاهدين يهمهم يمتد لغاية يمتد مرة واحدة بس طب يعني معنى كده إن الأحفاد ما ما يمتدش ليهم العقد قال ما يمتدش ليهم العقد أمه ليه يمتد المين يمتد لولاد المستاجر يعني هلك بتقصد درجة درجة أولى بصد أبو أو أمه أو زوجته أو أولاده لغاية آخر ولد أصغر ولد يعني وبتبقى محددة لسن من أحد أبنائه ولا بتبقى لا مش محددة مش محددة لا 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 في حالة الوفاء لأبنائه لا مش محددة لغاية أصغر طفل لما يتوفى بقى هو كمان أوه تمام حضرت يفضل عقد ممتد ده في القانون الأديم الحالة دي فيها نقطة دقيقة شوية لإن في السنة مشاهدين ممكن يبقى عندهم حالات شبيهة بالبدي لكن مش منطبقة مش تمام الانطبار بمعنى أني ممكن واحد يجي يقول لك طب فلاني فلاني حفيده هو اللي موجود في الشق أكيد في نمازج كتيرة في المجتمع المصري طب إزاي أنت بتقول كده هقول لك بقى أن المحكمة الدستورية كويس أصدرت حكم في 14 نوفمبر 2002 تمام قالت فيه إيه بقى قالت فيه ما هو معناه يعني عشان ما نتعبش السادة المشاهدين بالصياغات القانونية والأحكام لكن قالت فيه اللي هو ما معناه أني المستأجر اللي يتوفى قبل 14 نوفمبر 2002 قبل هذا التاريخ تمام حضرتك زوجته أولاده بيمتد لهم العقد ويعتبروا مستأجرين أصليين قبل 14 نوفمبر 2002 إذا توفي المستأجر يمتد العقد لأولاده ولزوجته والأبيه والأم إن كان عايشين معه ويعتبر مستأجرين أصليين يعني إيه يعتبر مستأجرين أصليين لا ده ليه اعتبر أنا هسأل حضرتك نقطة في الجوهرية عشان حضرتك أشرت في بداية السؤال اللي بدأنا به اللي بيورس للدرجة الأولى ففي الحالة دي كده يعتبر أبناء أبناء الشخص بيمتد لهم العقد عشان نوضح لسادة المشاهدين النقطة الجوهرية قبل 14 نوفمبر كويس الامتداد للأولاد وللزوجة قلنا وللأب والأم امتداد يديهم مكنة أو صفة إنه مستأجر أصلي أصلي فطالما بقى مستأجر أصلي يقوم هو كمان خلينا نقول بالتعبير بقى العامي وصح مش قانوني لكن اللي هو مفهوم لنا يورص هو كمان يورص هو كمان لأن طبعا قانون الإجار في الأصل كقانون كشريعة وحتى الدستور وكل والفقهاء القانونين ما هواش ورث ما هواش تاركة يعني لكن الناس يعني تعرفوا بينهم ومن بعضهم من إيه كأن ده يعني إيه بيورصوا كويس إنما في الحقيقة هو بيمتد العقد كويس فلما يعتبر الأولاد مستاجرين أصليين يبقى حيورصوا أو حيمتد العقد لأولادهم كمان أصبح دلوقتي الحفيد موجود برضو في الشقة بس ده إمتى كل الحالات الوفاء التي حدثت أو وقعت قبل 14 نوفمبر 2002 طب بدءا من التاريخ ده بقى لو المتوفى المستاجر توفي يمتد العقد لأولاده آه بس ما يعتبروش مستاجرين أصليين وبالطريقة دي أو بالتالي ما يورزوش أو ما يمتدش منهم العقد لأولادهم هنرجع في النقطة الأولى أيوة برافالي تمام حضرتك طبعا بالنسبة للقانون القديم أو القديم عرفا لأن كلاهما قديم زي ما وضحنا في بداية الحالة كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني إيه كلمة مشاهرة 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 يعني بند من البنود الأصيلة في عقد الإيجار المدة زي الأجرة فيه ناس كانت بيأجروا لمدة شهر الكلام ده فيه فترات قديمة قوي لمدة شهر بس فكان يكتب مشاهرة لما صدر القانون 136 لسنة 81 ومنع انتهاء العقد بانتهاء مدته وأصبح يمتد تمام حضرتك وبلغة العامة بيتوارث ووقفوا عند كلمة مشاهرة طب يعني إيه مشاهرة فقال لك طب مش القانون قال إنه يمتد قالوا أه يمتد قال خلاص كأنها مش مش موجودة إنما الأصل فيها إنها أجرى لمدة شهر بس آه يعني الأساس بتاع كلمة مشاهرة لمدة شهر آه لكن لما جه القانون اللي بقى يمد عقد الإيجار ولا ينتهي بانتهاء مدته كويس ها أصبحت كلمة مشاهرة دي كأنها مش موجودة لأنه بيمتد بقوة القانون مش بالنص اللي موجود في العاد دي بقدر فدلوقتي لو حد كتب مشاهرة دلوقتي يبقى معناه إنه مؤجر لمدة شهر بس من حق المالك إنه يقوله الشهر خلص شكرا أنا عايز شاءتها طب هنا ييجي سؤال بقى تاني سيد المستشار عزين حزار توضحه لاستاذ المشاهدين بالنسبة للقانون القديم إحنا فكرة ما قداش القانون الجديد مسألة المدة موقفة إيه فيها إحنا نتطرك إحنا دلوقتي في القانون القديم وبعد كده هنتكلم في القانون الجديد في سؤال هل يجوز بيع شقة الإيجار القانون القديم أولا برافو عليك أستاذ يا فاضل أنك بتستخدم الألفاظ الوردة على ألسنة الناس هي أقل الأسئلة من ألسنة الناس الأسئلة التي حضرتك دي ليه أنا بقول كده بقول كده عشان كلمة بيع لا تنطبق على عقد الإيجار كلمة بيع لا تنطبق إلا على حق ملكية يعني بيع وشرة يعني واحد مالك بيبيع يعني بيبيع حق الملكية بتاعته مش حق الإيجار لما ده حق الإيجار ده حق استغلال فقط فلا يجز للبيع ولو حصل ده يبقى اسمه إيجار من الباطن ودي حالة من الحالات التي تعطي الحق للمالك في أن يرفع دعوة أمام المحكمة ويطلب فيها طرد المستاجر أو إخلاء العين واستلامها تمام حضرتك في ناس كتيرة بتبقى واخد قانون قديم وقفل المسكن بتاحها وما بتستخدمش المسكن ده وبتبقى طبعا دي خسارة كبيرة جدا على المالك فموقف القانون في الحالة دي هتبقى عبارة عن إيه موقف القانون في الحالة دي هذه حالة من الحالات التي تجيز رفع دعوة أمام المحكمة بطلب إخلاق الشقة وطرد المستاجر والحالة دي اسمها حالة الترك تمام حضرتك بس الحقيقة إثبات الترك في المحكمة يعني بيحتاج عناصر معينة مش دايما بتتواصل يعني حضرتك تقصد اللي هي بتاخد وقت كبير جدا في المحاكم يعني واللغات ما بياخدوا نتيجة هو صح برضا حضرتك بتقول كده بتاخد وقت بس هي بتاخد وقت عشان مسألة الإثبات يعني لأن طبعا زي ما انت عارف يا استاذ فتحي والستاذ المشاهدين انه لا يكفي ان يكون لك حق ده في الحياة بصفة عامة لكن المهم ان يكون لديك دليل على اثبات هذا الحق فكم من حق يضيع لعدم موجود الاثبات وعشان كده الحقيقة احنا دايما بنناشد الناس انهم لما يتعاملوا في مجال الحقوق يلجأوا للمحامين مش لمجرد مش عشان مسألة الامتهان والشغل وكده المهنة يعني انما عشان حفظ الحقوق حتى فعاد الاجار ده كتير من الناس يجيبوا نموذج من المكتبة ويملو قد يغفل ذكر نقطة او يذكرها بشكل غير دقيق يرتب له امور ما كانش يحب انها تترتب في حقه ضده ومش مصلحة يعني حضرتك بتقصد كده وبتنصح السادة المشاهدين باي اجراء قانوني حتى لو عقد مبرم ايجار شقة لازم يكون من خلال محامي وطبعا المحامي فاهم شغله وعارف ايه النقطة اللي مفروض بتتكتب على اساس يضمن حق الطرفين كمان حق الطرفين برافو عليك تمامي والسيد فتح الله نور عليك حق الطرفين تمام حضرتك هو كان في قصة كده كنا هنسأل حضرتك عليها وحضرتك توضح حالنا لو اب كان مأجر قانون قديم ومعاه ابنه وابنه ده متزوج ومعاه اولاده وابنه اتوفى والاب اللي مأجر الشقة هو اللي موجود ثم الاب اتوفى ففي الحالة دي احفاده وزوجة ابنه هتستمر برضو في الشقة ولا هتبقى كده فيها اختلايا فشان في بداية الحلقة حضرتك اشرت اللي بيكمل العقد في القانون القديم بتكون من الدرجة الاولى ففي الحالة دي هتبقى وضع الاحفاد والزوجة ايه حالة سؤال حلو يرجعنا للقانون والحكم المحكمة الدستورية المستاجر جوز ابنه معه في شقة والسات المستشار هنجاوبها في عجالة عشان مع الاسف الوقت عندنا بيضاهمنا خلاص فالموضوع ده هو تشيك ومحتاج حلقتان ان شاء الله ومحتاجنا حضرتك كده كتير الحياة كنت عايز اتكلم فيها لكن مما ان الوقت بيضاهمنا زي ما حضرتك قلت هو مع الاسف الاعداد بيبلغوني خلاص الوقت خلاص كده احنا تشرفنا بوجود حضرتك معنا في الستوديو اليوم وبنشكر حضرتك على قبول الدعوة وقلت لنا معلومات قيمة جدا للسادة المشاهدين يستفادوا بيها وعاوزين ناخد واحدة من حضرتك اللي تيجي تشرفنا ان شاء الله تاني في لقاء نستكمل الحديث الهام لناس كتير جدا في المجتمع المصري يخصهم الموضوع اللي بنتكلم فيه انا بعتز بالقناة ومعليش بكرر تاني كلمة الصحة والجمال بتديني تفاؤل وامل والبرنامج بتاعك يا أستاذ فاتحي الممر في حركة ونشاط اشكرك على الدعوة الكريمة واشكر السادة الأفاضل لإدارة القناة والسادة القائمين على البرنامج وان شاء الله على وعد بلقاء نشكر حضرتك السادة المساعدين مع الأسف انتهت حلقتنا اليوم على أمل اللقاء يوم السلساء القادم ان شاء الله الساعة 8 مساء في برنامج الممر مع تحياتي فتحي النجار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته